فالأهلي بيفوز على الزمالك 3-0 في دوري تنس الطاولة في دوري تنس الطاولة في احتراف يعني ايه؟ يعني النادي الأهلي مثلاً بما أننا بنتكلم على الأهلي والزمالك النادي الأهلي ما عندهش محترفين النادي الأهلي ما عندهش محترفين في تنس الطاولة يعني ولكن مثلاً نادي الزمالك عنده محترفين في تنس الطاولة ومع ذلك النادي الأهلي استطاع أن يفوز بـ 3-0 3-0 على نادي الزمالك كابتن أشرف عبد الفتاح المدير الفني لتنس التورة أعرب عن سعادته بالنتائج المميزة للعب الأهلي أمام الزمالك الذي يعتبر المنافس المباشر في هذه البطولة بعد أن قام بتدعيم صفوفه بالمحترف البرازيلي بوستاجو الذي يعتبر أحد اللاعبين أصحاب التصنيف المتقدم على الصعيد العالمي قال كابتن أشرف عبد الفتاح إلى أن مجلس إدارة النادي الآلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قام بتوفير الأجواء المناسبة للفريق من تعاقدات ومعسكرات إعداد وأضاف أن رؤية مجلس الإدارة كانت ثاقبة بالاعتماد على مين بقى؟ على أولاد النادي معروف دايما أن النادي الآلي يمتلك مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين الكبار في تنس التورة وبالتالي استطاع أن نفوز على نادي الزمالك النهاردة 3-0 وبكرة إن شاء الله حنلعب مع أمبي في الجولة السبعة والأخيرة لهذه البطولة